الغاز المسالي ومصر لما دخلت في هذا الموضوع ازاي قدرت ان هي فعلا تستفي منه بشكل كبير ما تكونش بس مصدر للغاز لكن كمان تكون بتسيل الغاز عندنا داخل مصر كلمنا اكتر يا دكتور على النقطة دي اه هي الحقيقة مصر كان عندها بعض نظر في هذا الموضوع يعني المحطتين في شرق المتوسط طبعا مصر عندها ميزة انها موقع متميز جدا نقطة تقاطف ثلاث قرات قريبة جدا من السوق الاوروبي وقريبة من دول اخرى وبعدين اكتشفت كميات ضخمة جدا في الغاز في شرق المتوسط عموما مش عندنا احنا بس يعني ولبنان مؤخرا ابتدى بعد تقاطف تأسين الحدود مع اسرائيل كان في خصامة بينهم ابتدى محتمل انه هيخش ايضا من دول مصدرة للغاز فمصر ساعة اتحركت على كذا محور من هذا الموضوع عندها البنية الاساسية اللي هي اكبر او محطتين وحيدتين الموجودين في شرق المتوسط لتسييل الغاز فاي دولة من الدول المحيطة عايزة تصدر الغاز بتاع الاكتشف مؤخرا هتمرره في مصر في مصر تاخد رسوم وانتعمل التسييل وتصدر الغاز ده جزء الجزء التاني مصر يعني ساهمت او ساعت تماما الانشاء ما نسميه منتدى الغاز لدول شرق المتوسط وده للتنسيق وتشجيع عملية ربط الشبكات ما بين الدول المتشاركة في المتوسط بحيث ان مصر هي النافذة لتصدير هذا الغاز لاوروبا وده اللي ظهر في الاتفاق النواية اللي تم مع الاتحاد الاوروبي لما جات الرئيس المفاوضات الاوروبية وعلى اساس ان فيه جزء اسرائيل برضو عندها حقلين كبار حق الليفانسان وحق الطمارة واستهلاك اسرائيل الداخلي منخفض لان حجم السوق الاسرائيلي مش كبير فجزء كبير من هذا الغاز هيتم تصديره والاتفاق اللي تم ما بين مصر واسرائيل لتمرير هذا الغاز والتصدير فجزء من الصادرات بتاعتنا الجزء اللي احنا اساسا هنصدره الجزء اللي ممكن نرشده الجزء اللي هنعمله تمرير علشان نقدر ان احنا نصدره والمحطات اللي موجودة عندنا تقدر تصدر لغاية 17 مليار متر مكعب 14 مليون طن تعادل 17 مليار متر مكعب انما فيه امكانية للتوسع وكان المخطط الاساسي تضاعف قدرة هذه المحطات الضعف لو حجم الطلب زاد وهذا متوقع لان اوروبا قررت انها مش هتاخد غاز روسي تاني بتتكلم روسيا كانت بتصدر 155 مليار متر مكعب اقصى حاجة روسيا اوروبا قدرت تجمعها متوقع انها هتاخد 50 من امريكا السنة دي 20 والسنة الجاية هيرفعهم ل50 فيه 9 هيجوا من الجزائر فيه بحر الشمال بيحاولوا ان هم يزودوا لان بحر الشمال ايضا بيغز اوروبا 40% من احتياجاتها فبيزودوا انتاجوا بس بحر الشمال فيه منتجة فيه مشكلة ان الابار فيه متقدمة فبيبتدي منحنة انتاجها ينزل مع الوقت قطر عمل اتفاق وحتى قطر لما راحت المانيا قالت لقطر عايزة اشتري غاز قطر اتلعت وقع معايا عقد 25 سنة لان انا مش هرفع قدرة انتاجية مضمغس ان انا هبية بعد 4-5 سنين تقولوني متشكرين وبحطيت استثمارات ضخمة وبعد كده المهم قاعدوا يتفاوضوا ووصلوا 15 سنة وفعلا المانيا وقعت عقد ب15 سنة برغم ده ضد السياسة هناك على اساس ان عايز حر وتنافس وهكذا فيه برضو جزء من الغاز بيجبوه من ازربجان انما كل ده المجمل كم؟ المجمل ده بيكلمه 90-95 بدل مية وخمسة وخمسة بس هم عاملين خطة تانية اسمها ري باور يوروب اللي هي اعادة هيكلة قطاع الطاقة في اوروبا قالوا هنجيب ال95 وحننمي طاقات متجددة بمعدل اسرع كتير جدا نغطي بيهم حوالي 40 وبعدين العشر او الخمستاشر اللي فاضلين هنعمل ترشيط طاقة على اساس نخفض الاستهلاك طبعا السوق المصري او المصدر المصري لو وفر كميات اضافية هناك طلب اضافي موجود داخل اوروبا فمؤكد ده وضع يعني جيد الايضا ان فيه خطة اوروبية هي الهايدروجين او الهايدروجين الاخض